القضاء الجزائري ومنح امتيازات غير مشروعة لرجال الأعمال ومن المنتظر أن يمثل المعنيان بالأمر أمام قاضي التحقيق اليوم الأحد في محكمة سيدي محمد إن الله يضرب الظالمين بالظالمين كما حدث للناطق الرسمي لحزب الأرندي والرجل الثاني في الحزب سرديق شهاب الذي خرج بهجوم عنيف ضد ويحيا منقلبا عليه واتهمه بالعمال لفرنسا وبالخيانة العظمى أحمد ويحيا الذي كان أكبر المتسببين في معاناة وتخلف الشعب الجزائري لسنوات طويلة ومن إنجازاته التعييسة أنه أغلق كل الشركات والمؤسسات الوطنية وباعها لأصدقائه بالدنار الرمزي طبعا في التسعينة ليشرد الآلاف من الجزائريين الذين مات من مات منهم وهو يحاول الهجرة والهروب ومن بقي في جزائر قام بحصارهم بالضرائب والغرامات المالية وها هو الشعب الجزائري اليوم يحاصره في مقر حزبه ويقومون برميه بمئات العلوب من اليأورت كما ستشاهدون الآن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر